استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشنيان في أول زيارة له لمصر والوفد المرافق له فضلا عن عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال الأرمينية وعقب الاستقبال استحب مدبولي رئيس الوزراء الأرميني في جولة ببعض أرجاء مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية وتوقفا عند نقطة تستشرف معالم الحي الحكومي وحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم عقد رئيس الوزراء لقاء مع نظره الأرميني والوفد المرافق له وأكد مدبولي أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي ترجع إلى استضافة مصر تاريخيا لعشرات الآلاف من الأرمن مؤكدا اهتمام مصر بزيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أرمينيا من جانبه أعرب رئيس الوزراء أرمينيا عن تطلعه لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تستضيفها القاهرة قريبا مشيدا بالإنجاز الكبير الذي تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة